اشتركوا في القناة اليوم راح اتكلم عن طلب اللجوء وكيفية طلب اللجوء بس راح اتكلم عن فئة معينة وهي فئة المجتمع الميم او الميول الجنسي لا ما رد احد يفهمني مفهوم خاطئ انا انسان اتكلم عن قوانين تشريعية في كندا ومنها اللجوء الانساني يعني انه انا جاي اتكلم عن حقوق تشريعية للمجتمع الميم في طلب اللجوء الانساني الى كندا اليوم راح نتكلم عن هاي الفئة لان هاي الفئة تعتبرها كندا او بالاخص رئيس وزراء كندا جوستن ترودو هي الفئة المسحوقة في المجتمع اللي لا تستطيع ولا تستطيع التكلم وعليها ضغط كبير من قبل بعض الحكومات وبعض البلاد الموجود بها المجتمع الميم فعدها دعم كبير من الحكومة الكندية في طلب اللجوء الانسان طبعا من شروطها من شروط طلب اللجوء الانساني المجتمع الميم او الميول الجنسي اول شي يكون عندك ميول جنسي ثاني شي تريد يعني هاي من احد الشروط او تريد تقدم على طلب اللجوء الانساني فقط لهذه الحالة او لهذه الفئة او تريد تغير فئة الجنس بالاوراقك الحكومية القانونية يعني تريد تقلبها من انثى الى ذكر او من ذكر الى انثى او تكتب لا جنس او تريد تغير اسمك من اسم كذا الى اسم فئة كذا ففي بعض البلدان مثل كثير من البلدان مثل الاردن العراق سوريا مصر المغرب تونس ليبيا كل البلدان العربية هذول ممنوع بها تغيير بالاوراق الرسمية هاي واحد اثنين في هذا ما عندهم حماية داخل هاي البلدان الى مجتمع لي ما عندهم حماية والقانوني عاقبهم فلهذا يستطيعون تقديم طلب اللجوء الى كندا وطبعا طلب اللجوء الى هاي الفئة ما يستند الى الامر المتحدة بمعنى اخر يعني انه انت من تريد تقدم مو الا يعني عراقي او سوري او ليبي من فئة 1951 الى الامر المتحدة انطتهم حماية وانهم الاولوية بطلب اللجوء وبلادهم فيها حروب فتقدر تقدم لا هاي الفئة بالذات تقدر تقدم على طلب اللجوء من اي بلد كند بس تكون هي البلد انها لا تحترم حقوق مجتمع علمي وطبعا من شروطة همينة او من مثل ما نقول الشروط اللى المؤثرة اللى تستطيع بها طلب اللجوء اولا يكون عليك انه مضطهد من مجتمعك ومن بلدك وما عندك حماية من وطنك الام اثنين مهدد بالقتل من قبل المجتمع او مهدد بالقتل من قبل عائلتك بسبب ميولك الجنسي اثنين مهدد انت وعائلتك بالقتل بسبب ميولك الجنسي وتقدر تقدم على طلب اللجوء بهاي الحالات واذا كنت مزوج او عندك اطفال او عندك اطفال لان طلب اللجوء في هاي الفئة ما تستند على نوع الجنس يعني تقدر ان تكون الذكر او انثى همينة تقدر تقدم على طلب اللجوء اذا كان عندك ميول جنسي او انت كنت من مجتمع علمي المهم انكمل كلاما فانت من تريد تقدم طلب اللجوء اول شي لازم شنو منالك تكون انك مصطهر من قبل المجتمع اثنين بلدك ما يقدر يقدر يقدم لك اي حماية ثلاثة يكون عليك خطر بالقتل من قبل عائلتك او عشيرتك او من مجتمعك وخطر عليك وعائلتك من هذا المجتمع بالقتل لانك انت من مجتمع علمي عندك النقاط المهمة جدا بيها هي اللي احنا لازم نشرحها مثلا هل يا عمر واحد يقدر يروح يقدم على طلب اللجوء اي امكان عمرك تقدر تقدم ماكو ثقف محدد لطلب اللجوء بهاي الفئة العمر اثنين اذا كنت متزوج او غير متزوج او عندك اولاد او عندك اولاد او ما عندك اولاد تقدرين تقدم على طلب اللجوء واذا كان عندك اولاد او عندك اولاد هل تقدرين تسحاخذين اولادك وياك او اولادك وياك نعم هذا الجواب رح اجاوبك بكل بساطة اذا قدمت على اللجوء وعندك اطفال او عندك اطفال وانت من هاي الفئة في حياتك الماضي كنت رجل او امرأة سوية فتقدر من تقدم على اللجوء تسحب وياك عائلتك حتى لو كنت متزوج او متزوجة تسحبهم وياك الى كندا الخطوة الثانية انه احس اني او ما عندك اسأل انه قل لي هل استطيع الزواج من داخل كندا بس مع العلم انه في بلدي محرم او ما يقدر اسوهيتي اوراق واني انسان مسحوق ماليا او ما عندي ادارة مالية او فلوس حتى اقدر اطلع من بلد الى بلد ثاني اقدر اسوه اوراق الزواج واني اصلا ما اقدر اسوهيتي فيزا جوابي على هذا السؤال هو انه تقدر تسوي معاملة صداقة لطلب من هذا انواع من هذا الطلب مو الا الزواج يعني اسحبك كصديق او كصديقة الى كندا بس لازم مع الاثبات حتى تثبت انه انت او انت من مجتمع الميم وانت كذا شلون هسه اقدم على طلب اللجوء الى كندا اذا انا كنت عايش في بلدي انتك ثلاث او اربع طرق تستطيع التقديم اذا كنت مهال فيها اول طريقة عن طريقة المم المتحدة وعادة التوطين في المم المتحدة هاي الطريقة ستقول لي هاي لازم من خارج بلدك ستقول لك لا تقدر من داخل بلدك اتقدم علىها على طلب الحماية واعادة التوطين بسبب أولا تعتبرها تعتبرها لأمم المتحدة هاي حالات خاصة وحالات يعني مثل ما نقول عليها خطر بالقتل فأنت تقدر تقدم من داخل بلدك على أمم المتحدة وهم أن تقدر تقدم من خارج بلدك على أمم المتحدة بهذه الفئة وإن شاء الله رح نشرح باقي الحلقات عن تقديم بالأمم المتحدة لهذه الفئة نكمل الطريقة الثانية هي عن طريق المنظمات المختصة في المجتمع الميوم في كندا لأنه جوستن ترودو هو الداعم الرئيسي لهذا المجتمع وهو عطاهم الحقوق وعطاهم اللجوء وقال لهم اللي عنده يريد اللجوء خلي يجي عندي فأكو مدن أو احنا نقولها مدن مصغرة داخل المدن الكبيرة هي المجتمع الميم فأكو منظمات مختصة أو اختصاصة المجتمع الميم أو من المجتمع الميم فعندك مثلا منظمة اللاجئين الكندية أو منظمة حقوق اللاجئين الكندية أو مجلس اللاجئين الكندية هذه منظمة حكومية غر ربحية مكاتبها مع مكاتب أو في نفس بناية وزارة اللاجئين والهجرة والمواطنة الكندية يعني هي تعتبر مثل وزارة الهجرة والمواطنة أو مثل عفو وزارة اللاجئين والهجرة الكندية تعتبر كوزارة ومكاتبها في داخل قسم نفس مكاتب الوزارة هاي المنظمة هي اختصاصة في هاي المواضيع يعني تختص في طلبات اللجوء من هذه الفئة المحينة من هاي المجتمع عندك أورال منظمة أورال أو أورال في هذا اللفظ اللفظي يمكنك أو لفظي صحيحي يطلع أو خطأ هاي المنظمة همينها هي منظمة رسمية حكومية غير ربحية عدها اختصاص بهذا الموضوع يعني تقدر تقدم على طلب اللجوء إلها عن طريق الإيم هاي لو أنت في بلدك وعندك المنظمة الأخيرة هي منظمة المجتمع الكنائسي الكندي همينة إلها اختصاص وتنطي وتمشي أوراقك في طلب اللجوء وهي منظمات إنسانية حكومية غير ربحية تساعد المجتمع هذا على تقديم اللجوء في كندا ومساعدتهم العيش داخل كندا عندك الطريقة الأخيرة هي الطريقة عن طريق المباشر يعني تقدم عن طلب اللجوء للحكومة الكندية نفسها عن طريق موقع الحكومي الكندي تكتب الاستمارات تكمل الاستماراتك تكتبها تكتب القصة مالتك تكملها واتدزها عن طريق الانترنت للحكومة بواشرة بس عندي نقطة جدا مهمة لازم تفهمها من عندي النقطة هي مو ألا أنت تكون عندك ميول جنسي للتقديم على طلب اللجوء بهذا الموضوع أو بهذه الفئة مثلا تريد تغير اسمك ولا تستطيع تغيير اسمك بالأوراق الرسمية أو في عندك موضوع أو خانة موجودة في أوراقك الرسمية مكتوب نوع الجنس إن كن ذكر أو انثى في كندا تستطيع كتابها ذكر أو انثى أو لا جنس هاي همينة إلك حق بتغييرها وإذا ما تقدر تخيرها فإن كندا تنطيق حق اللجوء لتستطيع تغييرها داخل كندا ليش؟ لأن كندا رافع شعار بهذا الموضوع بالذات وفي هذا المجتمع إنه حق لا مكرمة في تقرير شخصيتك أو نفسيتك أو طريقة حياتك وإن شاء الله استفاديتوا من هذا الفيديو جميع الروابط والإيميالات اللي تكلمت عنها المنظمات راح تلقوها بصندوق الوصف أسفل الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك حتى الكل يستفاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته